بسواعد شباب الخدمة الوطنية نجحت الجزائر على مراحل بداية من سبعينات القرن الماضي في التقليل من زحف الرمال بمشروع يسمى السد الأخضر الذي يعتبر حزاما من الأشجار حمى مدن من التصحر على غرار ولاية الجلفة التي تسعم خلال محافظة الغابة للولاية في تدعيم هذا المشروع محافظة الغابة لولاية الجلفة قامت بإطلاق مشروعين المشروع الأول هو التشجير وتوسيع السربة الغابية على مساحة 650 أكتار والمشروع الثاني هو إعادة تأهيل مشروع السد الأخضر على مساحة 1000 أكتار هذه المشروعين تم إسنادهم للشركة المؤسسة الوطنية الهندسة الريفية نسبة الإنجازة يتفق إلى 85% في حين صادف تواجدنا بولاية الجلفة قيام شباب بحملة تنظيف وتشجير ضمن الحاجز الأخضر في مبادرة تستحق الإشادة قامت المجموعة هذه من الشباب بأسر رسالة على الفيسبوك على أي اتصالات جمعهوية باش نجملوا أكبر عدد وكانت الاستجابة كما راكم تشوفوا الاستجابة إميديات الناس كاملة جات في تنظيف الغابة وفي نفس الوقت كان عدنا مبادرة من شخص معين أنه قدر يوفرنا نوع من الأشجار اللي عدمت هنا فمترنا نحاول نحيوها لكن الشخص لازم هو اللي يغير هو اللي ينطلق للبيئة لتغيير البيئة اللي ترجع بإيجابية له اجتماع مجلس الحكومة الأخير أعطى تعليمات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية للشروع في تنظيم حملات تشجير واسعة عبر ربع الوطن على الأقل لتعويض ما ضاع جراء حرائق الغابات